أهلا ولزامي مرحبا بيكم في الجزء قبل آخر دي الكتاب دينا قبل ما نبدأ بغيت نقول لكم باللي كتر من 50% من الناس اللي كيتفرجوا ما مشتركيش في القناة مرحبا بيكم والدعم ديها لكم تشجعني نعطيك تر يلا نبدأ وعلى باركة الله نهار 56 الحب الملائكي هو واحد الحب اللي بلا شروط نوع دي الحب اللي حنين وحساس الحب خالي من الأنانية دي كل نوع الحب اللي تيخليك تحس بالحرية الحب اللي تيرسم السعادة على وجهك الحب اللي تيخليك تحس بأنك إنسان كامل في الوقت اللي انت محطم الحب اللي تيغديك الحب اللي تيضويك في الوقت المضلمين هو الهدوء اللي تيتحس به في العاصفة الحب اللي تيطلعك الفوق الحب اللي تيخليك تحس أنك عايش الحب اللي تيعطيك القوة الحب اللي كتشيق بيكتر من اي حاجة اخرى الحب اللي تشيخلي قاع الانواع الاخرين دي الحب ما عندهم تشي علاقة ببعطياتهم النوع دي الحب اللي تشيخليك تحس بحلل عالم كامل ما عنده حتشي اهمية هو احد الحب اللي نقي وصافي بزاف يمكن لك تسميه الحب الملائكي ايوه واش عندك بحلل النوع من الحب في حياتك يوم سبعة وخمسين ما بغيتش نعرف كيفاش ماتو بغيت نعرف انا كيفاش عاشو مليش نسمعوه بليش حد مات اول سؤال تنسولوه هو كيفاش مات المهم انا بغيت نعرف كيفاش عاشتك الشخص ماشي كيفاش مات دير في بالك انه اي انسان في اللخر غتي غادر عدل العالم ممكن لناش نهربه من الموت ممكنش هرب منه ولهد السبب في بلاس ما تسول كيفاش ماتو حد الشخص عرف كيفاش عاش ولا كيفاش عاشت كيفاش كان الحضور ديال ولا الحضور دياله مهم سول على اللحظة تزوينين ديال الناس اللي كينين مع هادك الشخص اللي مات طلب من هادوك الناس انه مش فكروا اللحظة تزوينة معه الدكريات اللي مينكش لهم ينساوها متخليش راسك تسول على الموت ديال هادك الشخص وفي بلاس ما تسول كيفاش عاشت يوم 58 الحياة غتكون ديمة عبارة عن ناس غاديين وناس جايين الناس تيمشيو وتيجيو الحياة هي عبارة على واحد السلسلة ديال الترحيبات والوذاعات بعض الناس اللي تيجيو ما كنكونوش متوقعين انهم غايجيو ولكن البعض ما تنتوقعوش انهم غادي يمشيو ربي بوحدو اللي عالم شكله غاديبقى في حياتك وشكله خاصو يمشي كين ديما سبب حقيقي ورا هادوك الناس اللي يجاو واللي يمشاو هو السبب ما غاديش نعرفه دابا ولكن في الأخر غادي نفهمه السبب علش دخلو هادوك الناس لحياتنا وعلش مشاو يمكن حيش رب بيبغي يعلمك واحد الدرس وهدك الشخص بوحده اللي قادر يعلموليك وهده هو سبب وصول واحد الشخص لحياتك ويخليها بعد ما يعلمك واحد الدرس اللي انت محتاج انك تعلمه تقبل انه ماشي كله واحد دخل حياتك راه مقدر ليه باش يبقى معك ديما حيش مالي غاديسة لطور ديالو غاديخصك شقولي باي باي صافي ايجا الوقت باش يمشي نهار سعوده خمسين ويش البشري يا غتوصل لأقصى مراحل سالم السلام نهائي من لي ما غاديش تبقى تسمعه البكدية الدراري الصغار من لي ما غاديش تبقى تشوف الدم طايح في شوارع من لي ما غاديش تبقى تشوف البيوت شيتدمره من لي ما غاديش يبقى والناس خايفين انه ينزل عليهم وحد الصاروخ وهو مناسين بالليل فين البيئة اللي ضائرة بك سليمة وما فيها تشي مشكيل وتيقدر الانسان يتنفس فيها عادي بلاصة اللي غاديبغي الانسان انه يعيش بسلام فبلاص ما غايبغي يموج بسلام الى قدروا البشر انهم يوصلوا اقصى درجة السلام بيناتهم وقد يمكن لنا نديرو حد الفرق الى اتحدنا غادي تكون القوة فى الداخل دياننا تحل غادي تكون هاد الارض بلاصة زوينة الانسانية والاجهة اللي جايين للمستقبل وليناح تحنا يوم السين خلي دك شي اللي ما خاصك تحتفظ فيه يمشي خلي الناس اللي ما كنتميوش الحياتك يمشيو وخلي الناس اللي تي حط مقديمة يمشيو فى حالاشهم وخلي الحاجات اللي ما تيمكن لك تحكم بها حتى اياش مشي خلي تنازولهاش وخلي توقعهاش وخلي تشاؤم وخلي الافكار السلبية خلي قاعدك شي اللي كيتقلك بعض المرات تيكون خاصك تقبل هادشي غادي يمكن يكون هادشي شي حاجة اللي انت ما بغيهاش توقعه وبغي تمسك بها ولكن غادي تلقى القوة فى انك تخلي دك الشي اللي ما خاصك تحتفظ به خاصك تعلم تخلي شي حاجات فى بلازت ما تمسك بها غادي يكون هادا اصعب قرار غادي تواجهه ولكن غادي يكون اعظم قرار غادي تاخده فى حياتك دير هادشي باش تحقق السلام الداخلي الخاص ديارك صافي جال وقت باش تتخلى الى وصلت معي الى هنا تنشكرك بزاف على متابعة ديالك وما تنساش تبرداتي مع اصحابك وتخلي لي لايك وكمنتر كيف تشكت شي وشلا لفراز كنت لقى فى الجزء اللى جاى اشتركوا في القناة موسيقى